أنهت البورصة المصرية تعاملت جلسة بارتفاع جامعي المؤشرات لجلسة ثانية على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين وسط تدولات مرتفعة وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه لغلق عند مستوى 1.107 تلريون جنيه وارتفع مؤشر إيجي أكثيرتي بنسبة 53 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 17.522 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركة الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس سيفينتي بنسبة 1.3 من مئة بالمئة لغلق عند مستوى 3003 نقاط وصعد مؤشر إيجي أكس 100 بنسبة 1.1 من مئة بالمئة لغلق عند مستوى 4523 نقطة